موسيقى موسيقى وابنائه السلام من الوصايا العظيمة من الوصايا الأخلاقية الجميلة التي ينبغي لكل مسلم أن يحتذي ويقتدي بهذه الوصية عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام ليس منا من لم يأمن جاره بوائقة قال فيها عليه السلام ليس منا من لم يأمن جاره بوائقة لاحظوا أيها الأعزاء هذه الوصية اللطيفة العظيمة ليس منا ليس من المسلمين ليس من الذين يحبهم الله تبارك وتعالى ويحبهم النبي من لم يأمن جاره بوائقة ما هي البوائق؟ البوائق يسأل الراوي رسول الله صلى الله عليه وآله بهذا السؤال الذي يتبادر إلى ذهن المشاهد وهو أن النبي صلى الله عليه وآله قال في حديث لا يدخل الجنة من لا يؤمن أو لا يؤمن جاره بوائقة قال الراوي قلت وما بوائقة يا رسول الله قال البوائق الشرور الإنسان الذي لا يأمن جاره منه مشاكله الإنسان الذي جاره لا يستطيع أن يعيش معه بسعادة هذه مشكلة اجتماعية يعيشها كثير من المسلمين أن الإنسان جاره لا يستطيع أن يعيش معه براحة وبهناء إذا خرج من بيته لا يؤمن على بيته وإذا خرجت زوجته أو خرجت أولاده أو خرجت عائلته لا يستطيع أن يؤمن عليهم فهذه مشكلة يقول الإمام الرضا عليه السلام تبعا لجده المصطفى صلى الله عليه وآله ليس منا من لم يأمن جاره بوائقه لم يأمن جاره شروره لم يأمن جاره ظلمه وغشه كل هذه تدخل تحت عبارة البوائق نحسن أخلاقنا مع الجيران وكم كان النبي صلى الله عليه وآله يوصيه جبرائيل عليه السلام حتى قال النبي صلى الله عليه وآله ذلك الحديث المشهور الذي تداوله جميع المسلمين أنه قال كان جبرائيل يوصيني كان حبيبي جبرائيل يكثر من الوصية بالجار حتى ظننت أنه سيورثه يورث الجار حب جبرائيل بهذه الوصية ظن النبي صلى الله عليه وآله أنه سيورثه وهذه التعابير تشير إلى أهمية الموضوع أن النبي صلى الله عليه وآله يريد من المسلمين أن يتحدوا فيما بينهم في جيرانهم في أن يأخذوا فيما بينهم في هذه الحالات المساعدة والمعاونة وهذا البيت الشعري الذي طالما ذكره الناس فيما بينهم في أنه يقول ناري ونار الجار واحدة وإليه قبل ينزل القدر وإذا خرجت هذه المرأة من هذا الدار من هذه الدار تكون عيني عمياء لأنها من جيراني لأنها بنت أو زوجة هذا الجار فحقوق الجيران التي أشار إليها الإمام الرضا عليه السلام بأنها حق لا يدخل الإنسان في ولاية أهل البيت عليهم السلام ولا يدخل الإنسان في حياظ المسلمين وهو على غرار حديث أنه من لم يهتم بالمسلمين فليس منهم يقول الإمام الرضا عليه السلام ليس مننا من لم يأمن جاره بوائقه وعن النبي صلى الله عليه وآله لا يدخل الجنة عجيب هذا الحديث حقيقة وهذه الوصية الخالدة أن الإنسان يعمل جاهدا في هذه الدنيا ليجل أن يحصل على تلك المرتبة وتلك الخاتمة وهي الدخول في الجنة ويقول النبي صلى الله عليه وآله لا يدخل الجنة من لم يأمن جاره بوائقه وشروره وظلمه ووصية خالدة تؤيد هذا الكلام لإمامنا زين العابدين عليه السلام في تلك الرسالة العظيمة رسالة الحقوق العجيبة هذه الرسالة التي ينبغي لكل مسلم أن يطالعها وتكون تلوى القرآن في بيان هذه الحقوق للمسلمين وقد شرحها العلامة السيد الشهيد رحمه الله السيد حسن القبانشي بشرح لطيف سماه شرح رسالة الحقوق بمجلدين ينبغي للمسلم أن يطالع ذلك الشرح ويلاحظ تلك الحقوق التي بيانها الإمام زين العابدين عليه السلام فجاء فيها وحق جارك عليك حفظه غائبا بعد وإكرامه شاهدا ونصرته إذا كان مظلوما ولا تتبع له عورة لآخر الوصية بيان لحقوق الجار على الجار حتى أنه ورد في بعض الروايات الشريفة في تاريخ الأمة عليهم السلام أن رجلا عرض داره ليبيعها فجاء أحد الناس أراد يشتري هذه الدار دار لطيفة جميلة في مكان لطيف أراد أن يشتري هذه الدار فعرضها بسعر عجيب يعني كأن تكون هذه الدار سعرها في ذلك الزمان 100 دينار عرضها مثلا ب500 دينار فتعجب الناس قالوا له هذه الدار لا تساوي إلا 100 دينار أهل الخبرة يعرفون أن هذه الدار لا تساوي أكثر من 100 دينار فكيف تعرضها ب500 دينار فقال هذه الكلمة لاحظوا أيها المشاهدون والمشاهدات الأعزاء لاحظوا هذه الكلمة القيمة لهذا الرجل التي بالحقيقة أسست لنا جذرا في الأخلاق يقول هذا الرجل نعم داري لا تساوي أكثر من 100 دينار ولكن جواري يساوي 400 دينار فهي حصتها الحقيقية والدار بما هي دار لا تساوي أكثر من 100 ولكن أنا أبيعها وأبيع معها جاري وهذا الجوار وهذه الصفة للمجاورة لهذا الرجل العظيم أبيعها ب500 دينار فاستحسن المسلمون كلامه لأنه باع دارا وباع جوارا وعرفة بين ألسنة الناس أنه الجار ثم الدار أن الإنسان يعين جاره ثم بعد ذلك يعين داره لأن هذا الإنسان يعيش معك يسمع كلامك ويرى الخارج والداخل إليك يمكن أن تحدث مشكلة في هذا البيت إذا أراد الإنسان هذا الجار أن يؤذيك ينقل هذه الكلمة ويشيع عليك ويلاحظ سكناتك ويلاحظ سكناتك ويلاحظ كل أشياء التي تدخل وتخرج في هذا البيت فإذا أراد الإنسان أن يختاره لا بد أن يختاره جارا جيدا يختاره جارا ملتزما بحقوق الجوار يقول الإمام الرضا عليه السلام ليس منا من لم يأمن جاره بوائقه وكما ذكرت أن النبي صلى الله عليه وآله وورد أيضا عن المعصومين الباقين أنه لن يدخل الجنة لاحظوا أيها المشاهدون والمشاهدات الأعزاء كم منا من تمسك بهذه الوصية الخالدة العجيب أنه ترى الأب والأم في وقت الظهيرة يرجع الوالد من العمل وترجع الوالد من التعليم أو التدريس أو غير ذلك وأرادوا أن يأخذوا مثلا مقدار من الاستراحة بعد الظهر بعد أن يتناولوا الطعام أرادوا أن يستراحوا ماذا يصنعوا؟ يقول للأولاد أخرجوا خارج الدار اخذوا هذه الكرة مالتكم وروحوا وين؟ روحوا إلى الزقاق في الطرقات إلعابوا كرة القدم في وقت الظهيرة هو يرتاح ولكن يرتاح على حساب الآخرين يرتاح على حساب الجوار ولاحظنا وعشنا هذه الحالات الكثيرة فلو انقلب الحال وصارت هذه الحالة معه لا يستطيع أن يتحمل ذلك الصفة وتلك الفعلة فهو يقبلها على غير الآخرين ولكن لا يقبلها على نفسه فهذه البوائق التي يعبر عنها الإمام الرضا عليه السلام أن الإنسان إذا جاور إنسان آخر لا بد أن يكون مأمون من هذه النواحي مأمون من الشرور مأمون من الغش مأمون من الظلم يفرح لفرحه يحزنه ما يحزنه ويستأنس به إذا مرضه وهي صفات المؤمنين من حق المؤمن على المؤمن كما في الرواية الشريفة في الكافي الشريف عن إمامنا الصادق عليه السلام حقوق المسلم على المسلم خمس إذا اتصفت هذه الحقوق بالإنسان حينئذ يكون صاحبا ويكون صديقا ويكون من أخوتك المسلمين من ضمنها أن تكون على نيته وسريرته لك واحدة ألا تغير عليك ولاية ولا مال وغيرها من الأمور التي اشترطها الإمام الصادق عليه السلام خلاصة الأمر أن الإمام عليه السلام يقول نحن في هذه الوصية لا نريد أكثر من هذا المقدار الإمام عليه السلام يأخذ بالمقدار الأقل ما هو المقدار؟ أنه يقول أمن واطمئنان من هذا الجار من البوائق والشرور مع أن هذا أقل المقدار أقل المقدار الذي أمر الله تبارك وتعالى به أن جارك يرتاح منك أن جارك يستأنس بعدم حدوث أي ضج بينك وبينه مع أن هذا أقل المقدار والمقدار العظيم الذي يريده الإمام زين العابدين في رسالة الحقوق أكثر من ذلك أكثر من ذلك ما هو وحق جارك عليك حفظه غائبا هذا إضافة إلى أنه لم يأمن حفظه غائبا وإكرامه شاهدا إذا كان غائب تحفظه في غيبته تدافع عنه تنصره وإذا كان شاهدا يعني حاضرا تكرمه ونصرته إذا كان مظلوما ولا تتبع له عورة والوصية والرسالة في خصوص حقوق الجار للإمام زين العابدين عليه السلام أكثر من هذا المقدر ولكن على ما يناسب الوقت وقال الشعر أيضا كما ذكرت قدري وقدر الجار أو ناري ونار الجار واحدة وإليه قبل يترفع القدر إذا كان الإنسان يقول الإمام زين العابدين في بعض الوصايا لا تؤذي جارك بقثاء قدرك إذا وصلت رائحة الطعام الشهي خصوصا في بعض الجوار الذين لا يتمتعون بسيولمادية في التعبير يعني عندهم حالة من الفقر وأنت تطبخ الطعام اللطيف تطبخ الطعام الجيد إذا أردت أن تتقرأ إلى الله تبارك وتعالى فلا تؤذيه وإذا أردت أن تصل إلى مقام أسمى وأعلى أن تعطيه من هذا الطعام وهذا هو ديدا لأم عليهم السلام ذاك الإمام زين العابدين روحي فداء كان يغرف ويغترف ويقول لبعض جيرانه إذا أردتم أن تصل إلى رضا الله تبارك وتعالى فأكثروا من الماء في المرق إذا أنتم سووا مرق بدل ما تجعل مثلا ثلاث أو أربع من الكؤس إلى إضافة الماء ضف أربع وخمس وست حتى يصير مرق كثير بعد ذلك تقسمه على الجوار إذا أردتم أن تتقربوا إلى الله تبارك وتعالى فأضيفوا الماء للمرق أكثروا المرق ووزعوه على الجوار وهو كان يعمل بهذه الوصية الشريفة الإمام عليه السلام فكان يصنع ويوزع الطعام في هذه الطريقة ويوزعوه على الجوار وأكثر الجوار الذين حاش معهم الإمام عليه السلام إذا لم يكن كل الجوار الذين عاشوا مع الإمام زين العابدين عليه السلام مع الظلم الذي حصل من بعضهم كانوا راضين عن الإمام زين العابدين لهذه أخلاقه لأخلاقه السامي وهو ديدا الأم عليهم السلام سئل الإمام الرضا عليه السلام عن خيار العباد فأجاب الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا وإذا أعضوا شكروا وإذا ابتلوا صبروا وإذا غضبوا عفوا ومن ضمن الوصايا الخالدة لإمامنا الرضا عليه السلام هذه الوصية العجيبة العظيمة التي ينبغي لكل مسلم أن يقتدي بها وأن يجعلها نصب عينيه في رحله وترحاله قال سئل الإمام الرضا عليه السلام عن خيار الناس الآن أنت تمشي بالشارع ويعترضك إنسان يقول لك ما خيار الناس ماذا كنت تجيب الناس الخيرين منهم؟ ما هي الضابطة في كون هذا الإنسان من الخيرين أو لا؟ سئل الإمام عليه السلام عن خيار الناس فقاله ذكر خمس صفات الإمام زين العابدين عليه السلام إذا اتصف الإنسان بها كان من الناس الخيرين وكان من خيار الناس وهي بالحقيقة منزلة عالية أن يكون الناس من الخيار قال الإمام عليه السلام خيار الناس الذين إذا أحسنوا استبشروا لاحظوا أيها الأعزاء إذا أحسنوا استبشروا المؤمن من سرته الحسنة أنا ذكرت وأذكر وأكرر دائما أن الأمة عليه السلام كلامهم واحد وواحد من الأمة يترجم كلام الإمام الثاني وبعض كلام الإمام يترجمه كلام الإمام المعصوم الثالث وهكذا تجد قطعة وصورة كاملة متكاملة بين الأمة عليه وسلم في مستوى العقائد في مستوى الأخلاق يعرض السؤال على إمام ويجيبه بجواب ويعرض على إمام ثاني فيجيبه بجواب ويكمل له الصورة الذين إذا أحسنوا استبشروا قال رسول الله صلى الله عليه وآله المؤمن من سرته الحسن وإذا أساءوا استغفروا وقال رسول الله صلى الله عليه وآله المؤمن من أساءته السيئة إذا أحسن دخل إلى مرقد من مراقد المعصومين وابتهل إلى الله تبارك وتعالى وصلى ركعتين وأهداها إلى روح هذا الولي من أولياء الله تبارك وتعالى يخرج مسرورا لأنه قدم عمل ولا يعترض عليه بأنه أشرك بالله تبارك وتعالى وأي شرك وهو يقدم بين يديه ولي من أولياء الله تبارك وتعالى ويتوسل بولي من أولياء الله تبارك وتعالى إلى الله تبارك وتعالى أو ما توسل الناس بالنبي صلى الله عليه وآله في عصر النبي صلى الله عليه وآله توسلوا وعندما كان النبي في أوائل عمره في طفولته توسل به أبو طالب وأخذ يشير به إلى السماء عندما أجدبت عليهم السماء الذين إذا أحسنوا استفشروا والذين إذا أساءوا استغفروا إذا أحسنوا فرحوا وإذا فعلوا سيئة استغفروا الله تبارك وتعالى وإذا أعطوا شكروا كثير هذه الفقرة مغيبة في أوساطنا للأسف في أوساطنا الإنسان يريد أن يواحد الله تبارك وتعالى عندما تعرض عليه خدمة من قبل إنسان ويقدم له خدمة هذا الإنسان يقول هذا الإنسان ما تدخل إنما الله تبارك وتعالى رزقني بهذا المال وإنما Allah تبارك وتعالى وفقني لهذا الأمر ونسيه هذا الذي أجرت عليه النعمة مع أنه في رواية معتبرة عن أبو الصلت الهروي قال يقول الإمام الرضا عليه السلام وهو صاحب هذه الوصية الخالدة لاحظوا أيها المشاهدون والمشاهدات الأعزاء هذه الكلمة الخالدة لإمامنا الرضا عليه السلام جاء فيها يقول يا أبا الصلت إذا كان يوم القيامة لاحظوا هذه الكلمة القيمة إذا كان يوم القيامة يؤمر بعبد إلى النار فيقول هذا العبد محتجا من حقه أي حاجج لماذا تأمر بي يا ربي إلى النار وقد كنت قرأت القرآن فعلت الصلاة فعلت الصوم حججت بيتك فلماذا تأمر بي إلى النار فيقول لأنك لم تشكرني فيقول العبد ربي صنعت لي كذا فشكرتك بكذا أنعمت علي بزوجة صالحة فشكرتك أنعمت علي بدار فشكرتك فيقول نعم كل ذلك فعلت ولكن لم تشكر من أجريت النعمة على يدي أنت لم تشكرني حق شكري لأنك تناسيت ونسيت ذلك العبد الذي أجريت النعمة على يديه هذه الرواية المعتبرة ينقلها لنا الصحابي أجليل الإمام الرضا أبو الصلت الهرى ورضوان الله تعالى عليه إنه من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق فيقول الإمام الرضا عليه السلام الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا وإذا أعطوا شكروا من قبل الله تبارك وتعالى يشكر الله تبارك وتعالى وهو القائل في كتابه الكريم وإذ تأذن ربكم لإن شكرتم لأزيدنكم ولإن كفرتم إن عذابي لشديد كما في سورة إبراهيم عليه السلام وإذا أعطوا شكروا وإذا ابتلوا أو ابتلوا صبروا يصبر لقضاء الله تبارك وتعالى وجاء في الحديث القدسي عن الله تبارك وتعالى أنه قال من لم يرضى بقضائي ولم يشكر لنعمائي ولم يصبر على بلائي فليتخذ ربا سوائي أو سوائي أنه يتخذ غيري لأن هذه الأمور هي بالحقيقة تشكل الهيكل المهم لكون الإنسان مؤمن وكون الإنسان متدين ومن هنا مرى النبي صلى الله عليه وآله في يوم من الأيام على مجموعة من المسلمين فقال لهم ما أنتم ما هي حقيقتكم فقالوا يا رسول الله نحن من المؤمنين فقال النبي صلى الله عليه وآله هذه الدعوة أنه كيف تقول أنت من المؤمنين وللمؤمنين صفاته فقالهم النبي صلى الله عليه وآله وما علامة إيمانكم كيف تعرفون أنكم من المؤمنين بأي شيء تعرفون أنكم من المؤمنين فقالوا له يا رسول الله نصبر عند البلاء ونشكر عند النعماء وندعو في موارد القضاء فقال النبي صلى الله عليه وآله إذن مؤمنون والله أو مؤمنون ورب الكعبة وإذا ابتلوا صبروا وإذا غضبوا عفوا هذه الكلمة القيمة لإمامنا الرضا عليه السلام تضمنت خمس نقاط هذه النقاط هي الهيكل المهم والهيكلية المهمة والصفات المهمة لكون الإنسان من الخيرين سئل عليه السلام عن خيار الناس فقال الذين إذا أحسنوا استفشروا هذا الأمر الأول والذين إذا أعطوا وإذا أساءوا استغفروا وثالثا وإذا أعطوا شكروا وإذا ابتلوا صبروا وإذا غضبوا عفوا أن الإنسان عند غضبه يحفو وهذه حقيقة مبتلى بها الناس كثير من الناس لا يستطيع ولعل المتحدث منهم لا يستطيع أن يملك نفسه عند الغضب إذا غضبه لا يستطيع أن يملك نفسه عند الغضب يقول له الإمام الرضا عليه السلام في هذه الوصية حاول أن تحفو سيرة الأم عليه السلام قائمة على ذلك صحيح أن الإنسان في بعض الأحيان عندما يطالع في روايات أهل البيت عليه السلام يقول باع كبير بيننا وبين أهل البيت والواقع هذا باع كبير بيننا وبيننا البيت لأن هؤلاء مطهرون طهرهم الله تبارك وتعالى بما عندهم من قابليات وبما عندهم من كمالات طهرهم الله تبارك وتعالى وأذهب عنهم الرجس ولكن أن الإنسان ليس من المستحيل أن يقتدي بهم ويسير على نهجهم نعم من المستحيل أن يصل إلى مقامهم ذلك العالي الشريف ولكنه ليس من المستحيل أن يهتدي بهداهم ويقتدي بهم عليهم السلام أنه إذا غضب في الرواية الشريف إذا غضبته فاجلس إلى الأرض أو إذا غضبت على رحمك فمد يدك إليه فإن الرحم إذا مست هدأت وإذا غضبت غضبته فأبدل ثيابك هذه أشياء تكونية تؤثر في الإنسان وكثير من الناس يغضب والغضب ما هو إلا فورة من فورات الشيطان أن الإنسان يعفو عن غضبه بعد ساعة من الاستغفار ومن العفو يجد نفسه أنه لو تصرف ذلك التصرف أنه أخطأ هذه الوصية الخالدة لإمامنا الرضا عليه السلام من الوصايا المهمة التي ينبغي لجميع المسلمين أن يقتدوا بها ويأخذوا بنهجهم عليهم السلام ويطالع في هذه الروايات الشريفة ندعو جميع المسلمين أن يطالعوا في روايات أهل البيت عليهم السلام ليأخذوا هذه النفحات الروحانية من الأمة عليهم السلام نسأل الله تبارك وتعالى أن يأخذ بأيدينا لما فيه الخير والصلاح ويجعلنا من المختدين والمختدين بهداهم عليهم السلام والسلام عليكم أيها الأخوة والأخوات المشاهدون ورحمة الله وبركاته يقول الإمام الجواد سلام الله علي كفى بالمرء خيانه أن يكون أميناً للخونة تارة الإنسان هو يكون خائن نستجير بالله وأخرى يكون الإنسان أمين على الخونة ويكون سر الخونة فالإمام سلام الله عليك اشتركوا في القناة